السلام عليكم الغزالة ديالي كديرين لبساليكم تمنى تكونوا في خير وعلى خير اليوما جيتكم فيديو جديد ان شاء الله بديتها لكم من الكوزينة اليوما غادي يعني الروتين العادي مسائي وغادي نوجد معكم صبة او حساء للعشاء ان شاء الله ومن هنا غادي نتكلم على واحد سيدة ملتقنت اه اه بلا زواق بلاني فقط نوجه لها التحية كبيرة صراحة اه شجعت شحال من وحدة لي ما كتقدرش تدير اي فيديو الصراحة يعني كينين كينين بزرد الناس لي ما تقدروش اه اه انا كنت وحدة من هاد البنات صراحة ما كنتش كان قدر نصور اي حاجة واي بلاصة يعني كتجيني قضية شوية صعبة ولاني سيدة اه مولة قناة حياتي بلا زواق بلاني فقط شجعتني بزاف بزاف اه صراحة اه وشجعت شحال من وحدة على اللي كتدير فيديوهات ولا اللي عندها القناة يعني تقدر تصور اي حاجة هي جات فيديو اللي اللي هاجت طريحة اه بينت كل شي وقالت كل شي اللي عندها يعني اللي تقبلها مرحبا ولما تقبلهاش اه مشي مشكل والحمد لله لقات واحد الاقبل كبير 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 من البنات وشحال من وحدة لي شجعتها اللي وقفت معها كنوجه لها التحية من هنا كنقولها باز لك تشبه لك اه صراحة والله لحت انا يعني مكنش كنقدر قاع نصور اي حاجة واي بلاسة ولاني هاد سيدة هادي شجعتني بزاف واخلق ديالها طيبة ما شاء الله عليها والهضرة ديالها يعني مليك تجي كتتتحل تليفون او كتتحل الكاميرا باش تصور وتهضر ما شاء الله عليها تنقولها ما شاء الله عليك وتباك الله عليك اه شجعتني بزاف 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 والحمد لله اليوم جيت ندير معكم روتين مسائي ان شاء الله يعني قلت صافي يعني الواحد يبقى يصور عادي مش اشي حاجة اللي بنادم هادي اهد الله سهل الله هدي مخصنيش نبينها اه صراحة انا شحال من المقطع لكن كان قطع يعني يباش ما نبينش كتقول للواحد لا ما غديش يعجبوه الحال ولا ولكن الحمد لله البسطة هي كل شي الواحد يكون يكون عادي يكون يعني عادي يعني ما كين لاش الواحد يقول لا هادي نخبيها هادي ما يبغيوهاش لبنات بني بغاها مرحبا لي ما بغاهاش حتى هو مرحبا صافي هاد شي دي كاين وهاد سيدة دي زعمات تبارك الله عليها الحمد لله انا شجعتني بزاف 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 ومن هاد النهار ان شاء الله ما نبقاش يعني ما نبقاش حال مرة تنبغي نصور كي جيني الصعوب وباش ندير شي فيديو تنقول لا هادي ما تجينيش هادي غا تكون خيبة هادي ما ديش تعجب للبنات والحمد لله الحمد لله من هار بنت هاد آه هاد سيدة هاد دي مولات آه قناة آه حياتي بلا زواء قبل النفاق قيت كان تبعها صراحة من هار بينت فيديو ديالها اللول وانا متبعها ما شاء الله عليها وخا عندها غيبيت يعني غيبيت بيت واحد فيه كل شي كتناس فيه تاكل فيه طيب فيه فيه يعني بيت واحد عندها فيها كوزينا الحمد لله يعني يعني الحمد لله اللي تقوله ركايني الناس اللي اقل من الصراحة يعني شحال من واحدة بتتقول لا هاد شي وهذا يعني اخسني وخسني وخسني ولكن الواحد ضروري يخسي يشوف اللي كاين تحت منه غايقول الحمد لله يعني الواحد يخسي يحمد الله ويشكره على النعمة اللي عطاه الله سبحانه وتعالى هاد شي اللي كاين وهاد شي اللي بغيت نوصل لكم وصف المهم هادا هو الكلام اللي كنوجه للحياتي بلا بلا باز واقبلاني فاق عفوا وكننقولها شكرا لك تنوجه لك تحية خاصة اه الى شفتي هاد الفيديو هادا كنقول لك شب وليك مرة اخرى وشكرا لك اه جزاك الله وخيرا مويمة البنات اليوم اجيتكم بها الفيديو هادا عادي كندير روتيني العادي المسائي هادا اه ساعة تقريبا دبارها هاتي خمسة اولا استدلاشية كندير عادي روتين جمعته سيق شوية انا كعجبين سيق صراحة فلا شي او في الليل وان شاء الله غديمشي لكوزينة نوجد معكم سبا اه بالحوت او حساء بالحوت الخضر والحوت وبقوا معي احتى الاخر ما تبشيو فين ويلا عجبكم فيديو ما تنخلوش عليا بلايك و اشترك والضغط على الجرس باش يصلكم بكل جديد ان شاء الله مويمة البنات برا نيجيت للكوزينة وغديم نوجد ان شاء الله السبا هنا ايا نقيت الخضراء كامل عدو جتكون شو فوق البوطاجين باش ميجيكمش فيديو شوية طويل مويم هنا ايا سبقت بالبصلة بس با سبقته في الكوكوت باش يتشحر وعاد باش غدا نقطع الخضراء اللي عندي بنسبة الخضراء عندي هنا اياه آآ القرعة الحمراء والقرعة للخضراء والخيز والبطاطا بنسبة للرباع عندي القصب ورمعة نوز عندي شوية الشارية آآ في التوابل عندي الملحة والليبزار والخرقه مسكين جبير والحوت عندي شاغره آآ ما كبير ما صغير يعني موين وعندي شوية بوربو آآ البوربو هو الأخطبط طفي هنا غدا نقطع جميع الخضر وكان جمعه يعني كان قطعه كان خليه ابر يعني احتكي تشحر لي البصلة كاملة يعني احتكي تشحر البصلة مزيان عاد كنضيف عاد كنضيف الخضر آآ الخضر كنضيفه في خطرة وعاد يعني كنضيف توابل ديال ودكشي بنسبة للحوت ارا غادي نسلقه في الماء يعني را ما غاديش يعني الحوت والبوربو غادي نخليه هو الخرمعة الشعرية ونبقى مع الفيديو حتى الاخير غادي تشوفوا الطريقة آآ بنسبة للخضر البنات ارا آآ ماشي ضروري يكونوا عندكم جميع الخضر مهم اي حاجة مطوفوا را عندكم غادي تضيفوها في في الحاساء او السوبة يعني آآ مكونات لي موجودة عندكم في الخضر ماشي ضروري الى كنت تنقصت لكم شي وحدة ولا يعني شي مكون غا تقول وصافي بلاش من ديروش السوبة يعني عادي مثلا نقص يعني تنقص لك الليفت او الخيزو مهم شي ضروري تديري جميع الخضر انا درت غدك شي لي كان عندي فطر يعني شوية منو شوية منو شوية منو شوية منو ودرت به السوبة وسوبة راكم عارفين اي خضر بعيد تضيفوه تضيفوه الى ما عندكم شي شي مكون ما كين لاش تضيفوها ارا غادي تجيكم عادي مهم انا هدفو المكونات اللي كان دير لسوبة صراحة كتجيزوينا ويعني يعني الصوبة يعني كجيني رائعة اه بهاد المقادر المهم كجيني احسن احسن راه هذه صوبة اللي كانستعمل انا يوميا كانفطلها احسن من الحريرة انا الحريرة صراحة ما عنديش معاه يعني مرة مرة وخادرته ولاني ما كانشربوش كيما كيعجبني الصوبة حتى لا انا لا فطر المهم بكل شي كانفطلوه الصوبة احسن من الحريرة مهم صفي هنا ياري ما بقى لوالو وقلقة تدخيزوية هنا نضفت في الكوكوت حيث عمرات ليه التبسي هنا يهت شحار ليه يلبسها مزيان ونضفت الخضر في الكوكوت ونقطع تدخيزوية اللي يبقى ليه هنا ونكملو في الكوكوت ونكملو مكونات اخرى ان شاء الله هنا يهت قوة طويل الزربة جمعت جوج في خطرة باش نقرضو في خطرة من ضيعش الوقت اه صافي هنا هي غدي نقطع الربيع اه القصبور ومعد نوس اه عندي هنا هي القصبور ومعد نوس غير شوية ماشي بالصافي يعني ما كان نكترش القصبور ومعد نوس في الحاساء يعني باش ما تجينيش لونه في الخضر ولا مهمة غير كان نسموه بالربيع وصافي توابي را قتليكم توابي الملحة واللي بزار والقرقم وسكنجبير والتحمير اه كندير شوية زيت زيتون يعني غدي نخلطها دشين بزيان حي ترا المصلة لتحت مع الزيت رهات تحرات ودابت ونايك نخلط باش غدي نخلط تقع المكونات وصافي هنا هي غدي ننضيف المداء فيه يعني احتكت تكون الماء طالع لي على الخضراء وعاد غدي نزدع لها باش غدي نخليه الطيب مزيان طافي هاتشي لي هاتشي لي درت الماء الله يجعل شي باركة باش مجينيش عود جارية بزاف نايارة غدي ندير هاد هاد الحوتة هاد غدي نسلقها في الماء راني نقيتها وغسلتها وغدي نديره اتسلق ليه في الماء وغيش ويب ماشي بزاف يعني غير يش دراسوا الحوت يعني عايكون طايب صافي نياها وصافي راه طابط اه حيتها وغدي نقيها مزيان من الشوك يعني حاولوا الشوكة لبنات حاولوا تنقيوهم زيان ما تخليو فيه احتشي الشوكة لحسب درري صغار على حسب ركو معرفين سبا وفيه الحوت يعني ركي شبو حتى غي شبو معنا حتى ولو ليداتنا يعني حاولوا لا تنقيوهم زيان ما تخليوش فيه الشوكة نهائيا باش ما غادش يضروا انا ركي نفرتم زيان بين سبعاني وين بحلاكة رانيك ردي نقيه كامل ان شاء الله بحلاكة خليته حتى برد شوية حيث ما نقدرش آآ يعني ما نقدرش نقيه هو سخون انا خليته شوية وخبق كيتفور ولكن خليته ماشي غير حيته واجيت نقيت اللي بالعكس حيث راه سخون بزاف وباش يليق لي نقيهم زيان حيث ركو معرفين الحوت اللي كانت سخونها ما تخدرش قاعد شده خليت حتى بدفع شوية وعاد كان نقيه وكان حاول نقيهم زيان هنا يرى واخر نقيته راه من بعد من لسانيته كامل رجعت له كامل قلبته مزيان باش ما تفوتش ليها شي شي شوكة ولا شي حاجة راح تعلق الكبارة الشوكة الى 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 حصل لاتك في الحلقة راح كون غاي يحيدها لك كتكون صعيبة شوية موايما غادي نكمل بحلاكة راح مقلية والو غادي نقيها كاملة ان شاء الله والمدية للحوت اللي بنات حاولوا مت متلوحوش انا غادي نصفيه وغادي نزيده في صوبة يعني المدية الحوت اللي طفيه الحوت را داك لما هو اللي تيبنن الصوبة راكة جزوينة حاولوا ما غادي تطيبو الحوت في المامة متلوحوش داك لما اللي تطيبتو في الحوت غادي تصفيوه وغادي نزيدو ان شاء الله في الصوبة كي رجعت دا دا الحوت ويما ما بقى لي يا ولو ان شاء الله غادي نزالي باش غادي غادي نطحن الصوبة ان شاء الله حيث راها وجدات را غادي نطحنها باش غادي نزيد معها هاد الحوت ونزيد معها البوربون وواحد كنور ومعلقة هاد حك ماتيشة ان شاء الله صفي هنا يا نحية اه 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 سوبة راها طابط الخضرة راكة نديرو في الكاس باش غادي نطحنوه انا را تطحنتو خويت اه في الطاو اخرا وغادي نزيد نطحنها هاي باش غادي نرجعها اه هنايا في هاد الكوكو تنيت باش غادي نرضع ايه طيب شوية مع الحوت والبوربون صافي هنا يا بعد ما حيت آآ يعني آآ آآ عفوا نمليت حنط الخضراء كل شي صافي هنا يا را غادي نرجع فوق البطا وانها غادي ندير زلافة ديال بوربو بوربو هو الاختوبوت وغادي ندير معه الحوت اللي نقيت يعني إلا ما يعني إلا بغيتو ديرو غي الحوت بلا بوربورة لا داعي يعني إلا كان عاد كومو توفر هي هديك ما ما كاينش ما كاين لاش يعني غادي فوق الحوت يعني بغي باش تبنو الصفة آآ صافي زيت دك شغرولي نقيتم زيان وصافي هنا يا راني نرجع فوق البطا وزيت فيه شوية دلمدا في حجاني شوية قاصح زيت فيه شوية دلمدا في باش غادي يجيني جاري شوية هاتو مرة مشي خويت الما بزاف يعني ما جاري مقاس عادي هنير غادي نضيف شوية دشارية عفوا هنير بنا ترمى التوراتش لي الكاميرا راني ضفت هنير المادي للحوت اللي نقيت لكم غادي نصفيه نزيدو هنيراني صافي زيتو يعني صفيتو في صفايا وزيتو هنير مع السوبة غادي نضيف واحد آآ كنور كنور دي للحوت آآ المهم انا اشان نقول لكم بنسبة للكنور آآ يعني من اليوم ما بسعدا ما غاديش نبقى نستعمله الصراحة آآ كعيب وهلي يعني بزاف يعني اصلا كنور ما ماشي شي حاجة زوينا ويعني صفا احنا بنناهب الحوت وهذا لا داعي للكنور آآ يعني من هنا القدمين شاء الله واخدين دير صفا ما غاديش نستعمل كنور ماشي مشكل هاد مرة ما عليش ماشي مشكل وهنا ايضفت آآ الطاصة صغيرة دي الحك ماتيشا صافي وغادي نحركها مزيان غادي نخليها آآ يعني غادي نخلي الصوبة تغلى شوية وصافي غادي نطفاو عليه صافي ايا صوبة دي هدا هو الفيديو دي لهذا النهار غادي نقول لكم اطهر لوليا فروسكم مع السلامة وما تنسوش ليا جيم واشتراك وضغط على الجرس باش يصلكم كل جديد ترجمة نانسي قنقر